اشتركوا في القناة حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مبارك وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا أيها الإخوة نقفوا وإياكم اليوم مع آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى في سورة النور وقوله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أيها الإخوة هذا هو وصف الرجل في هذا القرآن العظيم وهو المؤمن هذا هو الرجل الحقيقي الذي لا تلهيه الدنيا ومشاغلها عن الآخرة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته لا تنهيه الدنيا عن إقام الصلاة وعن ذكر الله عز وجل وعن إيتاء الزكاة لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف ذلك اليوم العظيم ذلك اليوم العظيم الرهيب الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار من هوله وشدته وفزعه فالمؤمن لأنه يخاف ذلك اليوم ويخاف الله سبحانه وتعالى فلا تشغله الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وإن أعظم الخسارة أن تشغلك الدنيا وملذاتها عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن إقام الصلاة وعن طاعته سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل محذرا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أعظم الخسارة أن تشغلك الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن إقام الصلاة وعن المحافظة على هذه الصلوات كيف لنا أن تشغلنا هذه الدنيا ونحن ما خلقنا أصلا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته كما قال الله عز وجل وما خلاقة الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو الهدف والغاية من خلق الله سبحانه وتعالى لنا أن نعبده سبحانه وتعالى ونطيعه تبارك وتعالى وكيف لنا أيها الإخوة والأخوات أن نضيع هذه الصلوات هذه الصلاة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام العظام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهدة أن لا إياه الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فهو ركن من أركان الإسلام العظام وهو عمود الدين كما جاء في الحديث رأس الأمر للإسلام وعموده الصلاة والصلاة أول ما يحاسب الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فكيف تضيعها يا عبد الله تضيع هذه الصلوات وهي أول ما ستحاسب عليها يوم القيامة وكيف نتساهل فيها ونضيعها وهي سبيل إلى الجنة إلى جنات الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم الذي لا ينفذ كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة وهما صلاة الفجر والعصر لأن الذي يحافظ على الفجر والعصر خصوصا يكون لما سواها أحفظ لأن الفجر والعصر بداية اليوم الفجر بداية اليوم وبعد النوم والعصر نهاية العمل فيه نوع من التعب والمشقة فمن يحافظ على هذه الصلوات فهو لما سواها أحفظ فمن صلى البردين دخل الجنة فكيف نفوتهما ولا نحافظ عليهما وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا هو قلب مؤمن قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة لأنه في قلبه الآخرة لأن في قلبه طاعة الله سبحانه وتعالى فهكذا هو المؤمن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مرغبا بالذهاب إلى المساجد بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة هذا هو جزاء المصلين الذين يسعون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى كيف لنا أن ننشغل عنها ونضيعها وهي سبب للعقوبة والغي والويل من الله سبحانه وتعالى وقد قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فترك الصلاة والتهاون في الصلاة وتضيعها هو إخراجها عن أوقاتها سبب للغي وقال الله عز وجل فويل للمصلين يصلي لكن يخرج الصلاة عن وقتها أخرها عن وقتها يتهاون فيها وعده الله عز وجل بالويل هو وادي في جهنم هذا الذي يصلي لكنه يؤخر الصلاة عن وقتها ويخرجه عن وقتها فما بالنا بالذي لا يصلي فهذا وعيده وعلى خطر عظيم والمؤمن يحافظ على الصلاة في أوقاتها كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلوات لها أوقات محددة لا يجز لنا أن نتعداها ولا أن نتقدم عليها وأمرنا الله عز وجل أن نصليها في بيوت الله سبحانه وتعالى في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذه المساجد إنما جعلت لعمرتها بالصلاة والذكر وكذلك أمرنا الله عز وجل لنصليها مع جماعة المسلمين كما قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين هذا هو حال المؤمن يحافظ على الصلوات في أوقاتها وفي جماعة المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى ويؤديها بخشوع وطمأنينة واستحضار قلب كما قال الله عز وجل مادحا إباده المؤمنين أصحاب الجنان جنة الفردوس قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكذلك يصليها ويؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها كما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة لم يقل صلوا قال أقيموا الصلاة وإقامة أن تؤديها بأركانها وواجباتها وشروطها تعلم أحكام الصلاة تعلم شروطها وواجباتها وأركانها وموطلاتها حتى لا تقع فيها وتؤديها بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتؤديها بإخلاص كما قال الله عز وجل وَلْإِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحِيَاِيَاِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وتصليها كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم القائد عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحافظة على الصلوات إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا